السلام عليكم الحمد لله بعد طول انتظار كورس التخطيط تم نشر أخيرا وأصبح متاح للاشتراك على نصة Udemy في الفيديو ده هنقدم بعض كوبونات الخصم لمتابع القناة للحصول على الكورس بسعر خاص وكمان هنوضح طريقة الاشتراك مع بعض المعلومات المهمة هنعرض طريقة الدفع أونلاين من خلال خدمة ودافون كاش وكمان هنجاوب على بعض الأسئلة المتوقعة بخصوص الكورس بداية كوبونات الخصم بتقدر تحصل على الكورس مقابل 10 دولار فقط لو اشتركت خلال 24 ساعة من وقت نشر الفيديو ده استخدم كوبوناتروفان عند الاشتراك للحصول على الخصم أول أسهل أنك تضغط على الرابط الموجود أسفل الفيديو وهيتم تطبيق كوبونات الخصم بشكل تلقائي عموما هنشرح طريقة الشراء حالا لو ما كانش الأمر واضح بالنسبة لك لو ما الحيتش الاشتراك في أول 24 ساعة لا تقلق لأن فيه كوبونات خصم آخر دائم ومستمر إلى أن يشاء الله لكل متابع القناة استخدم كوبون يوتيوب للحصول على الكورس بقيمة 15 دولار في أي وقت برضو تقدر تستخدم رابط الاشتراك الموجود أسفل الفيديو والكوبون هيتم تطبيقه بشكل تلقائي ملحوظة مهمة جدا تطبيق يوديمي على الموبايل سواء كان أندرويد أو آي او اس لا يسمح باستخدام كوبونات الخصم وبالتالي الكورس هتكون تكلفته أعلى عند الاشتراك من خلاله وأصلا جزء كبير من التكلفة دي هيروح للشركات سواء كانت جوجل أو أبل أو يوديمي وليس لصاحب الكورس فالأفضل هنا أنك تستخدم المتصفح في عملية الاشتراك سواء كانت متصفح الكمبيوتر العادي أو الموبايل مش هتفرق وبعد الاشتراك الكورس هيكون متاح لك سواء من المتصفح أو التطبيق من أي جهاز بتستخدمه بنفس الحساب عموما بعد ما تضغط على رابط الشراء المفروض أنه يفتح في المتصفح بشكل تلقائي اتأكد أنك عمل تسجيل دخول بحسابك وتأكد من السعر الظاهر أمامك أنه تم تطبيق الخصم فعلا لو لم يظهر أنه تم تطبيق الخصم هتجد رابط بيقول هافا كوبون لو ضغطت عليها يفتح لك مربع نص يتكتب فيه كوبون الخصم بعد كده هتضغط على أبلاي فهيتم تطبيق الخصم والمفروض تلاحظ تغير السعر بعد كده تضغط على زر buy now الموقع هيقدم لك أكتر من وسيلة للدفع الدفع من خلال بطاقة سواء كانت فيزا أو مستر كارد أو بعض الأنواع الأخرى أو الدفع من خلال البيبال أو الدفع من خلال التطبيق في بعض الدول تطبيق يدمي بيوفر سبل محلية للدفع بالشراكة مع شركات الهاتف لكن أنا ما عنديش علم بالدول دي فممكن تجرب لو ما عندكش بطاقة أو حساب بيبال لكن زي ما قلت مش هتقدر تستخدم كوبونات الخاص من خلال التطبيق فممكن تكلفة الكورس تكون غير مناسبة من أسهل طرق الدفع أونلاين في مصر هي خدمات كاش اللي بتقدمها شركات زي فودافون واتصالات شركة أورنج بتقدم خدمة شبيهة لكن على حد علمي ما فيهاش جزئية الدفع أونلاين لذلك مش هتقدر تستخدمها عموما خلينا نشرح طريقة استخدام الخدمة دي للدفع أونلاين هتطلب رقم الخدمة وأنا هنا هجرب على فودافون كاش رقم الخدمة هو نجمة 7000 شباك هتظهر لك قائمة خيارات اكتب رقم خيار الدفع أونلاين هيطلب منك تكتب القيمة اللي انت متوقع تستخدمها للدفع أونلاين وملحوظة مهمة هنا مهما كانت القيمة اللي هتكتبها هنا الخدمة مش هتخصم من رصيدك إلا المبلغ اللي تم دفع أونلاين فقط الرقم اللي هتكتبه يعتبر الحد الأقصى اللي ممكن تستخدمه أونلاين لو كتبت 1000 جنيه مثلا لكن المبلغ اللي دفعته أونلاين 100 جنيه ففي النهاية لن يخصم من حسابك إلا 100 جنيه فقط لذلك بنصحك تكتب رقم أكبر من المتوقع إنك تستخدمه لأن لو الرقم اللي كتبته كان أقل بجنيه واحد من القيمة اللي انت ناوي تدفعها فعلا فالعملية مش هتكتمل وهيتم رفضها أنا بقول كده للناس اللي هتحسب سعر الدولار بالزبط على سعر البنك لأن وارد جدا عملية التحويل تحسب الدولار على سعر أعلى شوية والعملية تترفض عشان فرق 2 جنيه مثلا وقتها هتضطر تطلب بطاقة جديدة بتكلفة جديدة بالمناسبة تكلفة الخدمة 5 جنيه وقت نشر الفيديو ده المهم هتكتب القيمة اللي محتاجة تستخدمها أونلاين الخدمة هتطلب منك تكتب الرقم السري الخاص بحسابك في فيدافون كاش وبعدها هتبعث لك في رسالة معلومات بطاقة افتراضية من نوع ماستر كارد صالحة للاستخدام لمدة 24 ساعة لو ماستخدمتهاش مش مش مشكلة مفيش حاجة هتتخصم الرصيدة كل اللي هتخسره هو الخامسة جنيه تكلفة الخدمة معلومات البطاقة اللي هتوصلك هي رقم البطاقة نفسه وده رقم كبير بيتكون من 16 رقم وتاريخ الصلاحية ورقم الأمان هتكتب المعلومات دي في صفحة الشراء على يودمي وبعدها هتكمل عملية الشراء والكرس المفروض يضاف لحسابك وتقدر تبدأ في مشاهدته من أي جهاز أتمنى الشرح ده يكون كافي لأي حد حابب يستخدم الطريقة دي آخر حاجة هتكلم عليها هي رد على بعض الأسئلة المتوقعة أول سؤال هل تستطيع تحمل الدروس لمشاهداتها لاحقا بدون إنترنت؟ تقدر تحمل الدروس داخل التطبيق سواء على الموبايل أو التابت لكن ما تقدرش تحملها على جهاز الكمبيوتر العادي وده طبعا كحماية لعدم نشو الكورس خارج منصة يودمي ثاني سؤال هل الاشراك بيشمل تحديثات الكورس مستقبلا؟ نعم انت بتدفع مرة واحدة فقط وقت شرائك للكورس وبتمتلك الكورس للأبد بكل تحديثات واللاحقها بإذن الله ثالث سؤال هل البطاقة اللي هتستخدمها لازم يكون رسيد فيها بالدولار عشان تقدر تشتير الكورس؟ لا ممكن يكون رسيدك بالعملة المحلية وهيتم خصم ما يقابله عمالية التحويل بتتم بشكل تلقائي رابع سؤال لو ما عنديش وسيلة للدفع أونلاين أعمليه الحل المتاح حاليا هو انك لو تعرف شخص معه وسيلة للدفع ممكن تبعط له رابط الكورس وهو يشريه ويهدي لك الكورس من خلال خيار gift this course الموجود في صفحة الكورس على يدني هيحتاج هو نفسه يسجل حساب أولا بعد كده يدخل على صفحة الكورس ويختار gift this course بعد كده الموقع هيتطلب منه اسمك وإيميلك مش مهم الاسم المهم ان الإيميل يكون هو إيميلك اللي انت مسجل بيه على يدني يعني دي كانت بعض الأسئلة اللي ممكن تكون عند البعض لعل إجابة تغنيهم عن السؤال أتمنى يكون الفيديو ده ساعد أي شخص حابب يشترك في الكورس وبالنسبة لللي اشتركوا بالفعل بإذن الله الكورس يكون من أفضل الاستثمارات اللي عملتها ويعود عليك بأضعاف أضعاف تكلفة اشتراكك نترككم في رعاية الله وإلى لقاء قريب بإذن الله السلام عليكم